السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الأول الإعدادي المنهج الجديد 2025 إن شاء الله هنبدأ مع بعض الدرس الأول اللي بيتكلم على جمع الأعداد الصحيحة إزاي تجمع الأعداد الصحيحة بكل بساطة ركز معي يا أستاذ أنا عندي طريق تيام بنجمع بهم الأعداد الصحيحة الطريقة الأولى يا أستاذ إن أنا بستخدم خط الأعداد خطيه الأعداد كنا يا أستاذ نعرف خط الأعداد للأعداد الصحيحة الصفر بيكون في المنتصف يمين الأعداد الموجبة اللي هي 1 2 3 4 5 إلى مالة نهاية إشمال الأعداد السالبة سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4 إلى سالب مالة نهاية طيب تعالى ناخد مثال بسيط يا أستاذ نجمع باستخدام خط الأعداد هنا بيقول لك مثال إجمع الخمسة وي السالب 3 باستخدام خط الأعداد خلينا في الرقم الأول اللي هو خمسة لو هو موجب يا أستاذ بنتحرك يمين خط الأعداد بنمشي في الأعداد الموجبة تمام؟ الخمسة موجب فهنتحرك في الأعداد الموجبة اللي هم يمين الصفر كم خطوة يا أستاذ؟ خمس خطوات يلا مع بعض هذه لك خطوة كده 2 تمام؟ كده 3 كده 4 كده يا أستاذ 5 وصلنا وين؟ وصلنا لغاية الخمسة طيب نجي للرقم الثاني اللي هو سالب 3 السالب يا أستاذ بيدل على النقصان أو التراجع يعني بيقول لك يا أستاذ الخمس خطوات اللي انت ماشيتهم من الأول انقص لي منهم 3 خطوات تعال ننقص 3 خطوات أدي لك خطوة كده 2 كده 3 يبا كده انت وصلت وين يا أستاذ وصلت عند الموجب 2 يبا الناتج هتطلح كم موجب 2 وصلت يا أستاذ طيب أما الطريقة الثانية اللي هي استعمال الإشارات ودي أهم طريقة اللي هتمشي معنا إن شاء الله لنهاية مين؟ لنهاية المنهج تمام؟ بيقول لك هي أول قاعدة فيها طريقة استعمال الإشارات بيقول لك إذا كانت الإشارات متشابهة يعني متشابهة يعني موجب مع موجب أو سالب مع سالب شكل بعض نضع إشارة إحدى هما ونعمل إياه نجمة مثال ركز إن ده سالب مع سالب يبا متشابهة الإشارات ولا لا؟ متشابهة يبا نضع إشارة إحدى هما سالب ونجمة عشرة زائد خمسة خمستاشر تمام؟ طيب ناخد كمان مثال ده موجب مع موجب يبا متشابهة الإشارات يبا ظالمة متشابهة نضع إشارة إحدى هما اللي هي موجب ونقوم بالجامع تسعة وستة خمستاشر والموجب يا أستاذ ما بينكتبش تمام؟ طيب كمان مثال بيقول لك إذا كانت إشارات مختلفة طيب إفرد كانت مختلفة قال لك نضع إشارة العدد الأكبر ونطرح مثال يعني مختلفة يعني موجب مع سالب أو سالب مع موجب هنا موجب وسالب مختلفة يبا نضع إشارة الأكبر من الأكبر؟ التسعة موجب ونقوم بالطرح تسعة ناقص أربعة خمسة والموجب يا أستاذ ما بينكتبش مثال كمان ده سالب وده موجب مختلفة الإشارات يبا نضع إشارة الأكبر اللي هو خمستاشر سالب ونطرح خمستاشر ناقص خمسة عشرة ودي يا أستاذ كانت قواعد الإشارات سواء بطريقة استعمال خط الأعداد أو أن أنت تستخدم استعمل الإشارات ركز لو كانت الإشارات متشابهة نأخذ إشارة إحداهما ونجمع أما إذا كانت الإشارات مختلفة نأخذ إشارة العدد الأكبر ونطرح ننتقل إلى التدرب إلى أمثلة أكتر علشان الفكرة تكون ظاهرة وواضحة نستكمل يا أستاذ التمارين وركز معي هنفتتح التمارين بملحوظة مهمة جدا أو على الملحوظة دي تطلع من دماغك لغاية نهاية السنة بتقول لك إيه الملحوظة دي أي عدد زائد محكوسه الجمع بصفر يعني يا أستاذ يعني بكل بساطة لو جيت رقميا متشابهين بس مختلفين في الإشارة على قول يده صفر فركز معاي العدد سالب تسعة لو قلت لك هت محكوسه محكوس العاجب نغير إشارتها لو هي موجة بنقلبها السالب هي سالب نخلها موجة التسعة السالب تسعة هتلي محكوسها هتقول لي موجة بتسعة وبالتالي يا أستاذ أي عدد زائد محكوسه الجمعي الدينة كام صفر لما تكون الأرقام متشابهة والإشارات مختلفة النتيجة تطلع بصفر زي السالب عشرة والعشرة عدد ومحكوسه نفس الرقم بس بإشارات مختلفة ببصفر دايما مكسب واخسارة يطيروا بعض عدد ومحكوسه الواحد محكوسه السالب واحد فالنتيجة لما تجمحهم يكون كام صفر تمام يا أستاذ طيب بيقول لك تأكد أوجد ناتج الجمع بمستخدما قط من الأعداد بما أن العددين الموجبين سنكبر الأعداد الموجبة يعني الصفر يبه هنا تمام؟ ونكبر خط الأعداد الموجبة أعوز نمشي كم خطوة في الأعداد الموجبة؟ تسعة الموجبين اللي هم يمين الصفر هدي لك واحد اتنيا تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة كده يا أستاذ ده موجب تسعة تمام؟ والتاني موجب يا أستاذ برضو هنمشي في الاتجاه الموجب برضو كام ستة هدي لك واحد اتنيا تلاتة أربعة خمسة ستة تعال نعدي يا أستاذ الخطوات واحد نين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر ناشر تلاتاشر أربعتاشر خمستاشر يبه المجموع باستخدام خط الأعداد كام؟ خمستاشر كمان مثال بما أن العدد الأول سالب والتاني سالب يبه نكبر خط الأعداد السالب تمام؟ فالصفر نخليه هنا ونكبر خط الأعداد السالب أعاوز نمشي في السوالب كم خطوة؟ خمسة هذه لك واحدة اتنين تلاتة أربعة خمسة والتاني سالب يعني ايه؟ تمشي في نفس الاتجاه السالب كام؟ تلاتة يبه كده سالب خمسة واحد اتنين تلاتة تعالي نعدكم خطوة في السوالب واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية يبه أنا كده سالب تمانية ركز لنا دولة سوالب سالب واحد سالب اتنين سالب ثلاثة سالب أربعة سالب خمسة سالب ستة سالب سبعة سالب تمانية تمام؟ كمان مثال هنا الكبار موجب يبه نحاول نكبر ليه في الموجبين هدي لك الصفر نمشي كم خطوة في الموجب اتناشر يمن الصفر واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة داشر اتناشر يبه دم وجب اتناشر تمام؟ معنى ان التاني سالب عكسه يعني السالب بيعبر عن التراجع يعني بيقول لك اتناشر خطوة اللي انت مشيتهم الاول ارجع لي منهم كام؟ خمس خطوات هدي لك خطوة اتنين تلاتة أربعة خمسة يبه اوصل تاني تعالي نعده الخطوات الفاضلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة يبه لها تبقى موجب سبعة وده يا استاذ كان الجامع اتدربنا على الجامع باستخدام خط الاعداد ننتقل يا استاذ الى التدرب على تمارين اكتر مع بعض ونختم يا استاذ الدرس الاول بالامثلة دي بيقول لك اوجد ناتج الجامع مستخدم طريقة مين الاشارات والله يا استاذ الرقم الاول سالب والتاني سالب يبه الاشارات متشابهة فلما الاشارات متشابهة نأخذ اشارة احدهما مثلا الاولى سالب ونجمع تلاتين زاد اربعين سبعين يبه الناتج سالب سبعين مثال اخر الاول موجب والتاني سالب الاشارات مختلفة نأخذ اشارة الرقم الاكبر الاكبر 29 اشارتها موجب ونطرح اطرح 9 ناقص 8 9 ناقص 8 واستاذ واحد واثنين ناقص واحد واحد يبه الناتج موجب 11 كمان مثال ده سالب وده موجب يبه الاشارات مختلفة نأخذ اشارة الاكبر موجب ونطرح 500 ناقص 300 200 والدايمن الموجب ما بيتكتبش طيب ده سالب وده موجب الاشارات مختلفة نأخذ اشارة الاكبر 45 سالب ونطرح 45 ناقص 14 5 ناقص 4 واحد و 4 ناقص واحد ثلاثة يبه واحد وثلاثين تمام طيب بيقول لك ايه اخر سؤال بطريقتين اوجد ناتج جمع السالب 4 والسالب 5 طيب الطريقة الاولى هنستخدم قط الاعداد قط الاعداد والطريقة التانية هنستخدم الاشارات تمام طيب نبدأ بالطريقة الاولى طول ما هما الاتنين سالبين يبه نكبر الحتة السالبة نبدأ بالصفر هه عاوز كام في السوالب عاوز نمشي 4 1 2 3 4 كده سالب 4 طالما التاني زيه سالب نكمل في السالب كام 5 هدلك 1 2 3 4 5 تعال نعد سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4 سالب 5 سالب 6 سالب 7 سالب 8 سالب 9 يبه الناتج يساوي سالب 9 باستخدام خط الاعداد الطريقة التانية نستخدم الاشارات نجمع باستخدام الاشارات تبه سالب 4 زائد سالب 5 الاشارات متشابهة سالب مع سالب نأخذ اشارة احداهما ونجمع 4 و 5 تسع نفس النتيجة بالطريقتين كده يا أستاذ احنا خلصنا الجمع الناس اللي وصلت معنا لغاية هنا تنزل تشترك في القناة واهم حاجة ان هي تفعل زر الجرس لانك لو اشتركت في القناة من غير ما تفعل زر الجرس كده يا أستاذ الفيديوهات مش هتصلك لكن لو فعل زر الجرس مع الاشتراك اول ما نزل فيديو يصلك انت اول واحد ولو استفادت تعمل لايك للفيديو ما استفادتش ما تعملش لايك للفيديو ويا رية تتقول لنا ايه شرح كويس ولا شرح مش كويس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته